السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرجو من الله الجميع يكون بخير تحذير خطير مشروع هرب وتحكم البشر في الرياح والأمطار وافتعال المجاعات برائة اختراع 468 6605 النهاردة كلامنا عن مشروع هرب واللي اتكلمنا فيه من حوالي سنتين مع بعض ولكن الفيديو الأخير لفت انتباهي تعليق خطير جدا ومخيف لكن قبل مبدأ الحلقة أنا عايز أقول للجميع اللي فتح الفيديو بيسمعني كمل معايا للآخر والطلب ده أنا أول مرة أطلقه كمل الفيديو علشان الموضوع مهم قوي التعليق دي يقول هنقرأ مع بعض لكن مش هنقرأ كله مقتطفات من برائة اختراع نظام هرب وسيلة لحدوث تداخل أو تعطيل كامل للإتصالات على نطاق كبير تعديل التقس ممكن عن طريق مثالا تغيير أنماط الرياح في طبقات الجو العليا أو تغيير نمط الامتصاص الشمسي أنا مش هكمل بقية التعليق لأنه اقتبسه من برائة الاختراع وهتعدي علينا برائة الاختراع هنقرأها باند باند إن شاء الله مع بعض لكن هو في الآخر بيقول هل لازلت تعتقد أنها نظرية مؤامرة وكاتب تحت الكيمتريل بداية لو دخلنا على موقع ويكيبيديا هنلاقي أنهما بيقولوا في الآخر المشروع فشل وأنا وضحت قبل كده أنه فشل وأنه مش مشروع أمريكي بس ده موجود في أكتر من دولة وليه مسميات كتير مثلا مورادار دي منشأة في اليابان بقدرة واحد ميجاوات فيه كمان مرصد إيريسبو أو إيريسيبو في بورتوريكو بقدرة اثنين ميجاوات فيه كمان منشأة هيباس في ألسكا بقدرة سبعين ميجاوات وفيه كمان منشأة سورة في وسط أسيا بقدرة مية وتسعين ميجاوات وفيه كمان منشأة اسمها إي 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 إس كات في شمال النرويج بقدرة واحد جيجاوات كل دي منشأات زي هارب بالزبط وفيه غيرهم كتير كمان لكن الغريب إن هما بيدعوا قدرة المشروع ده على كل شيء تقريبا وإن أمريكا بس تقدر تعمل كل اللي يخطر ببلها ودي يعني للأسف بعض الخزعبلات والاستغفال والخداع اللي كتير من البشرية مصدقينها والغريب إن الناس اللي مصدقة إن أمريكا بمشروع هارب أصبحت إله من دون الله والعياذ بالله ما سألوش نفسهم مرة لما هي أمريكا كده ليه اقتصادها متدهور من سنوات وعمالة تسرق فيه الشعوب وفي العالم وفيه ثروات الدول وبتطبع دولارات من سنوات كتيرة والتضخم بينخر في اقتصادها وليه هي أكتر دولة في العالم فيها كوارث وأعصير وفيضانات وحرائق وزلازل وخسوفات وليه وقفة ضعيفة أمام الصين وأمام روسيا وليه انسحبت مثلا من أفغانستان بعد خسائر مليارات وفضيحة عالمية كبر أسئلة زي دي كتيرة عوزالها ساعات نتكلم فيها ونوضحها براءة الاختراع يلي بتسخروا بجهل من أي حد بيفكر وبيفهم خدع الغرب بيدعوا فيها أن مشروع هربدة أو في براءة الاختراع قادر فعليا على التالي واسمع علشان تعرف موقفك من الدجال لما يظهر ودي حقيقة لازم نربط اللي بيحصل دلوقتي بوقت ظهور الدجال وعلشان تفهم أنه وقتها مش محتاج يقنعك أنه هو الإله مع أنه مشوه وأعور وشخصية ملعونة وبين عينيه مكتوب كافر بس أنت نسأل الله سبحانه وتعالى لينا وليك الهداية وقتها الله يعافينا جميعا مش هتشوف كلمة كافر اللي مكتوبة لأنك اقتنعت باللي أبسط منه أولا بيقولوا إيه في براءة الاختراع تمكننا من رفع درجة حرارة طبقة الآيونوسفير بمئات الدرجات في التجارب المتعلقة بالمشروع اتنين تم التوصل إلى طريقة لإحداث عملية تنصت على الاتصالات اللاسلكية أو حتى تعطلها والتشويش عليها بحيث أن التأثير يمكن أن يغطي أجزاء واسعة من الأرض طيب كل ده جميل ومقبول طبعا علميا ما عندناش مشكلة معاه احنا مش ضد العلم ثلاثة يمكن استخدام هذا الاختراع ليس فقط لقطع الاتصالات الأرضية المدنية والعسكرية بل يمكن أيضا قطع الاتصالات الجوية والبحرية مما يجعله سلاح عسكري فائق القوة أربعة يمكن بواسطة هذا الاختراع انتاج كميات ضخمة من الطاقة ونقلها بكفاءة عالية وتركزها في مناطق معينة وهنا كمان هنتحمل ونقبل ونقول كل الكلام ده علميا ممكن يحصل ندخل على رقم خمسة يمكن تعطيل الاتصالات في كافة أنحاء العالم ويمكن استثناء بعض المناطق مثل الولايات المتحدة الأمريكية من عملية التعطيل يعني أمريكا خط أحمر وهي الأسطورة التي لا تقهر والقادرة على فعل أي شيء والأقوى ما فيش حد زيها تمام رقم ستة يمكن زيادة سمك أجزاء كبيرة من الغلاف الجوي في بعض المناطق مما يؤدي إلى إحداث قوة تحرف مصار الصواريخ الموجهة وتقوم بتدميره كده بقى إحنا بدأنا في الكزب بس مش مشكلة برضو نحاول نقبل الكلام ده لأنه كلام يعني ممكن يقبل على أنه علمي سبعة يمكن التحكم بالطقس نركز في رقم سبعة واللي جاي لأنه هو ده المهم يمكن التحكم بالطقس وذلك عن طريق تغيير أنماط الرياح واتجاهاتها وزيادة تركيز الأوزون والنيتروجين بشكل مصطنع في الغلاف الجوي وتعديل أنماط الأشعة الشمسية من خلال توجيه جسيمتها لخلق عدسة ضخمة ومليئة بالطاقة في مناطق معينة وهنا بقى تبدأ الخديعة الكبرى واللي وراها هتيجي كل الخيبة اللي كتير من الناس مصدقنا تمانية إنشاء دفاعات جوية عن طريق خلق نبضات كهرومغناطيسية واحداث اختلال في المجال المغناطيسي للأرض وتعطيله على ارتفاعات معينة أو إيقافه بالكامل وهنا بقى نحس إنه بيتكلم على الأرض بتاعتهم اللي رسموها وعرفوها للناس من القرن الخمستاشر زي ما قلنا اللي هي عبارة عن كورة صغيرة محدودة المساحة ملهاش أي لازمة في الكون وكأنهم بيتكلموا على غواصة بحرية عملاقة أو جزيرة يعني يقدر يسيطر على الغلاف الجوي الكامل بتاعها كل ده في الوقت اللي علمهم مجتمع عشرات السنين وصرفوا مليارات الدولارات وفشلت في الاستمطار ونزول قطرة ماء واحدة صناعية ومش عارفين حاليا يحربوا الجفاف لا في أوروبا ولا في أفريقيا ولا في أي دولة في العالم المهم إن لسه المنبهرين بالغرب بيسدوا أي حاجة تيجي من نحيتهم المهم إنها تكون مغلفة باللغة الإنجليزية وبعض المصطلحات الرنانة وشوية الشوء الإعلامي نكمل ونفضح الخيبة الكبرى اللي الغرض منها محو إيمانك بالله القادر والمتحكم في هذا الكون سبحانه وتعالى رقم تسعة يمكن أن تؤثر هذه الموجات التي يرسلها هرب على عقل وعاطفة وشعور الإنسان والكائنات الحية بالإضافة إلى التأثير على الطقس واللعب بالديناميكيات التكتونية الأرضية الله أكبر كده بقى بالمصر نقوله خلصت يا باشا سلم بقى وآمن بقدرة أمريكا العظيمة إنها ممكن تشألبك وتشألب دولتك والقرة اللي أنت فيها في أي لحظة بيقولك هتحكم في عقلك أو قدرت أتحكم في عقلك بناء عن التجارب وشعورك وعواطفك يعني ممكن يخليك تديله التحية وهو داخل يحتل بلدك حاجة كده ولا عملها سيدنا سليمان عليه السلام نفسه في حكمه للأرض والمغفلون يصدقون ويروجون ويهيئون للدجال قبل قدومه للأسف الشديد ومكتفوش كمان بالإنسان لا كمان بيقولك أنا هتحكم في كل الكائنات الحية وبعدين بيقولك تقدر تأثر على الطقس يعني رياح وأمطار وأرزاق وممكن يتسبب في قحت وجفاف أو أعصير وفيضانات وسيول وتسونامي وأي حاجة نفسك فيها واللعب بالديناميكيات التكتونية الأرضية يعني زلازل في أي وقت وأي مكان وأي قدرة عندك بقى من واحد رختر لكمان تلاتين رختر يعني إن شاء الله ما حد حوش زي ما احنا بنقول بالمصر يعني ده غير بقى إنه ممكن ينشط ثوران أي بركان في العالم بزلزال بسيط من تحته وفي ثواني معدودة كمان نكمل علشان نفوأ الناس اللي تأيها بيقولك التقنية دي تمتلك قدرات فائقة لا يمكن قهرها وعلى مختلف المستويات لدرجة أنها قادرة على اصطناع الكوارث الطبيعية التي تحدث دمارا شاملا الخيبة هنا إن الكلام ده يعني بيعتمد على فيلم وثائقي أو اللي كاتب المقالة حاطت فيها البنوديو وبيكمل كلامه بيقول هناك فيلم وثائقي آخر أكثر تفصيلا بثته قناة هستوري الأمريكية مدته 45 دقيقة بيقدم الكثير من المعلومات حول هرب والأسلحة السرية الأخرى المستخدمة في الحروب الكهرومغناطيسية هذا الفيلم ذكر هو بيقولك هذا الفيلم ذكر هي دي المصادر بتاعته الأسلحة الكهرومغناطيسية يمكنها إنشاء جدار غير مرئي من الطاقة أقوى بمئات المرات من الطيار الكهربائي الذي تشكله صائقة البرق يعني أقوى من البرق ويمكن من خلاله تفجير سواريخ الأعداء وهي تحلق في السماء ويمكنه أيضا أن يتسبب في فقدان الوعي لدى الجنود في ساحة المعركة الله أكبر وإذا تم تفجيره فوق مدينة كبيرة يمكن للسلاح الكهرومغناطيسي أن يدمر جميع الأجهزة الإلكترونية في ثواني والله دي يعني مقبولة علميا مقبولة بس ليه هتدمر أجهزة بتتحكم في الأسلحة وإنت أصلا غيبت الجنود والقادة عن الوعي يعني أنت مش محتاج حاجة أنت أفقدتهم الوعي فأنت مش محتاج تدمر الأسلحة طيب وإنت أصلا تقدر من غير ما تفقدهم الوعي تتحكم في مشاعرهم وعواطفهم مش فاهم يعني الموضوع أسهل من كده بكتير المهم نكمل ونشوف عاوزين يقولوا إيه تاني بيقولك الطاقة الموجهة هي تقنية قوية يمكن استخدامها لتسخين الغلاف الجوي المتأين لتحويل الطقس لتحويل إيه؟ لتحويل الطقس كل الفيديو اللي أنا بتكلم فيه النهاردة علشان النقط دي ركز معايا هنا شوي لتحويل الطقس إلى سلاح ضمار شامل فيمكن من خلال هذه الطاقة استحداث الفيضانات والأعاصير وتوجهها إلى مناطق معينة لتدمر أظن وضحت هنا بقى هنشوف طريق التفكير اللي كاتب المقال في الموقع بتاعه ومؤمن بالأمر ده إيمان تام وبيقول إن العرب والمسلمين والدول العربية تيها طبعا أنا أعتذر إن هيعتبرها نكتة مضحكة للأسف وإنتوا هتتحكوا لما نقرأ الكلام اللي هو بيقوله غصب عنكم هنا بيقول هل كان الزلزال زلزال يعني هو بيقول إن المشروع ده تسبب فيه قبل أولمبياد بكين بيقول هل كان الزلزال مجرد حدث طبيعي عشوائي أم أنه تم افتعاله بشكل استراتيجي ومتعمد كل ده كويت لكن هنا بيقول وللمفارقة العجيبة بلغت حصيلة القتلى الرسمية التي تسبب بها الزلزال تمانين ألف قتيل تم إيقاف تشغيل هرب قبل تمن ساعات تقريبا من وقوع الزلزال كده هو بدأ يربط رقم تمانية نسمع الباقي ونركز في اللي هقول عدد القتلى تمانين ألف تم إيقاف تشغيل هرب قبل الزلزال بتمان ساعات الزلزال كان بقوة تمانية على مقياس رختر كده تمانين ألف وتمن ساعات والزلزال كان بقوة تمانية هم ضابطين كل حاجة حدث الزلزال بتاريخ 12 مايو نركز في النقطة دي لإنها مهمة لإن إحنا بنسمعها كتير من جهابزة العلم في قنوات كتيرة بتتكلم عن الموضوع ده حدث الزلزال بتاريخ 12 مايو وفتح قوس لإن الموضوع خطير بيقول 12 خمسة اللي هو التاريخ هنقسمهم بقى نطلعهم لوحدهم كده ونقول خمسة زائد واحد زائد اتنين يساوي تمانية كده في رقم تمانية جديد ظهر بالطريقة العجيبة الغريبة دي وبيقول وقع الزلزال قبل تمانية وتمانين يوم من أولمبياد بكين وبعدين بيقول بدأت الألعاب الأولمبية في تمانية تمانية الفين وتمانية الساعة تمانية دي ببساطة عقلية الناس اللي بتفكر وبتسدق كل خدع أمريكا نسأل الله السلامة والعافية وأن يحفظ علينا عقلا ربنا سبحانه وتعالى المتحكم في الرياح وهي أقوى جنود الله ربنا سبحانه وتعالى بيقول فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون سورة فصلة الآية 16 وربنا ألف لما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم سورة الأحقاف الآية 24 وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين سورة الذاريات 41-42 وآية بتقول إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر سورة القمر الآية 19 وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سورة الحق الآية 6 دي آيات العذاب وفي آيات الرحمة ربنا بيقول وأرسلنا الرياح لواقحة فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين سورة الحجر الآية 22 والآية اللي بتقول وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورة سورة الفرقان الآية 48 والآية الواضحة جدا اللي بتقول أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون ربنا بيقول أإله مع الله تعالى الله عما يشركون فالرياح مأمورة من الله سبحانه وتعالى دي الرياح واللي ربنا سبحانه وتعالى كلف لها ملك من أعظم وأقوى وأقرب الملائكة إلى الله وهو ميكايل عليه السلام الموكل بالمطر ابن خلدون كتب في مقدمة كلامه عن ظاهرة الرياح قال إن الأرض بعد تقلب الفصول من فصل إلى فصل أي من الشتاء إلى الصيف تبدأ بلفظ أمراض وحشرات لو تركت لأهلكة العالم فيرسل الله الغبار فتقوم هذه الأتربة والغبار بقتلها وتتراوح حجم حبة الرمل بحسب الحشرة فبعضها صغير يدخل في عيونها وبعضها يدخل في أنفها وبعضها في جوفها وبعضها في أذانها ويميتها وأيضا تلفظ الأرض الأمراض بعد الرطوبة خلال فصل الشتاء فلا يقتلها ويبدها إلا الغبار حديث ثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تسب الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به ده حديث رواه الترمزي وقال حديث حسن صحيح الحديث هنا بيقول وشر ما أمرت به فالريح كلها مأمورة من الله سبحانه وتعالى يعني واخد الأمر من الله وحده لا شريك له لا هرب ولا شرب ولا أمريكا ولا غيرها بكده انتهت حلقة اليوم على خير بفضل الله ما تنسوش الاكثار من ذكر الله والاكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا